شكراً شكراً للمقرئ السيد محمد السيد رئيس رئيس لقابة الصيادلة بولاية اقادير السيد استاذ شريبي عميد كلية السيدة لبي اقادير السيدة فتيح ابن حمو رئيسة جمية التضامن السيد رئيس جمية ادماء السيد منتل الفيدرالي الوطنية المساعدين التقنيين بصيدليات المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الدكاترة الصيادلة والاطباء السادة الحضور وحييكم ورحب بكم بين احضان جمعيتكم جمعية التضامن وحييكم واشكركم على تربية الدعواء مرحبا 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 بكم مرحبا من عددا ما خطط ما خططت القلام من حروف وبعد ما اظهر الارض من زهور بقلوب بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبذ بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة نقول لكم أهلا وسهلا أهلا بكم بقلوبنا قبل حروفنا بكل سعادة بكل عزة فكم يسرني ويسعدني نيابة عن كل مؤسسة جمعية التضامن أن ارحب بكم جميعا وأن اشكركم على تربية الدعواء لحضور المساهمة في هذا الملتقى في نسختها السادس عشراء التي تنظم تحت اشراف نقابة الصيادلة لولاية أقادير والفيدرالية الوطنية المساعدين التقنيين بالصيدريات وبالتنسيق التام مع كلية الطب والصيدلة بأقادير والمزلس الجماعي بأقادير وبعيدا عن كل المحاضرات النظرية على أهميتها في تعميق التفكير والتعلم فإن هذا الملتقى السادس عشر سيكون فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب أساتذة ودكاطرة لهم باع طويل في جميع التخصصات ومرة أخرى أجدد تشكراتي وترحيبي بكم وأشكركم جميعا بإسم كل مكونات جمعية التدامن وأعطي الكلمة لرئيسة جمعية التدامن الأخت فتيحة بن حم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين ب… سيد المترجم للقومة المترجم الى الدقيقة المترجم الى المدرجم الى الهدد المترجم الى الدقيقة ويدجام سواء سوفيت على البداية اشتركوا ذلك دعونا لك هم شديد مؤسسس بأس الدقيقة مجبوية المساعدة بالمجب أن يكون لديهم جمعاً للمبراكين في تحضير مجبوية ستصدق المنزل المساعدة للتعاني لدينا مجبوية للغاية في المساعدة للغاية عاماً سوائة للحصول على البيتات المنزل كل جمعين من عائلة وعندما وزارة الخصوصية في المنزل التعاني في المنزل ونحن للمستخدمات المنزل هذا الم выбرد من أن يشعر في المشاوات المعادة كيفية و أن يشعر في المعادة حيث يؤمن الى التالي بيشيئة والحسابة و أن يستطيع العمل على القناة في المعادة العالمية سوف تتعلق بقية المنزلة على الكثير من التعليقات من التعليقين ويجب أن يتعلم أنه الغزء المزيد يجب أن يكون أساسيًا لكي يسيرى أن يكون الأساسي المنزلة في الناس المنزل المترجم للقناة 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 هذه السنة في اختيار الموضوع الرئيسي لبرنامج هذه الأيام وكذا رمزية المكان الذي يضم هذه التظاهرة وباعتبار الصيدالية الفضاء الصحي الأقرب للمواطن ووجهته الأولى فإن الفريق الصيدالاني مطالب أن يكون في المستوى المطلوب ليساهم في الرفع من منسوب الوعي الصحي ويساعد من جهته في الوقاية من أمراض تثق الكاهل الفرد والمجتمع على حد سواء وإذ نشيد بأهمية الدور الذي يقوم به المساعد الصيدالي وبمستوى أدائه المهني فإننا نتطلع إلى الرقي به من المستوى الحسن الذي يتعلق به حاليا إلى أحسن عن طريق التكوين المستمر والمركز على يد مؤطرين أكفاء وهذا بالضبط ما تم احترامه كالعادة في دورة هذه السنة من كل بوفاما أيها الحضور الكريم بعدما أصبحت جهات سوس مسا تتوفر كمثيلاتها من الجهات الأخرى على معلمة علمية هامة ككلية الطب والصيدلة وعلى نخبة من الأطر العليا التي أبدت غير ما مر استعدادها التام للتأطير العلمي وتكوين مهني الصحة في الجهة فإننا أصبحنا مطالبين باغتنام هذه الفرصة والعمل على تأهيل أنفسنا لنرقى لما ينتظره منا بلدنا الحبيب وفي الأخير لا يسع نقابة صيادلة ولاية أغادير إلا أن نتمنى لكم نجاح أيامكم الدراسية كولابو فارما 2019 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً الدكتور إيشان مقطيب رئيس نقابة صيادلة ولاية أغادير وتشكو النقابة على التنسيق ديلها والإشرف ديلها ودائماً أن جمعية التضامن تؤمن بالفريق الصيدلاني كفريق عمل متكامل لهذا دائماً تتلقوا بأن جمعية التضامن تدير الأيام ديلها تحت إشراف نقابة صيادلة لأننا نعتبر الصيدلي شريك أساسي استراتيجي بالنسبة للمواصلات العمل والحوار والأي حاجة التي تنبيوها لمصلحة ولخدمة صحة المواطن أولاً وأخيراً أشار الدكتور نقطب إلى أهمية المكان الفاكولتية المدسسين للأجادير الفاكولتية المدسسين تنشكر الدكتور البروفيسور الشريبي وكذلك أن يبدأ له السيد يوسف والفريق ككل والأساتذة لذا أنادي على البروفيسور الشريبي لإلقاء كلمة في المنصف بسم الله الرحمن الرحيم شكراً جزيلاً السيدة رئيسة جمعية التضامن السيدة رئيس النقابة الصيادلة في ولاية أجادير السيد ممثل الفيدرالية الوطنية لمساعد الصيادلة سيد ممثل الجمعية مدوبي يعني الدليقم مدوبي الصيادلة سيداتي سادتي الأساتذة والصيادلة والطلبة والحضور الكريم مرحباً بكم في كلية الطب والصيادلة بأجادير ربما لا تعلمون أو لا تدرون أن كلية الطب والصيادلة بأجادير هي أجمل كليات الطب في المغرب بما بما في ذلك ثلاثة الكليات الخاصة ولقد زاد هذا الجمال رونقاً بحضركم وإذا صفقتم علي في كل جملة لن أنت للأني من كلامي ففي حقيقة كليا الطب والصيادلة سعيدة بأن يكون هذه الأيام السادسة عشران لجمعية التضامن أن تنظم برحاب هذه المؤسسة التربوية العتيدة الجامعية وأظن أنها أول مرة ننظم مؤتمر من هذا الحجم في هذا المدرج وفي الفضاء الخارجي الذي هزين يعني بممثلي الأدوية في كافة المغرب إذا أني لما تصل بأستاذ سيد صابير ومجموعة من أفراد المكتب الجمعية صرحت عليهم أن يكون هذا اللقاء في مركز التكوين ولكن مركز التكوين كان لن يتسع للحضور الكريم الذي أنتم تمثلونه إذ لا يتجاوز يعني عدد المقاعد في مدرج مركز التكوين مئتين واثناش وأظن أنتم الآن أكثر من ثلاثمية وخمسين نفر جئتم من أقادير ومن جهات أقادير ولكن جئتم من مناطق أخرى من المغرب وكما قيل لي لا زال المنظمون ينتظرون وفوداً أخرى ستقدموا إلى هذه الكلية مساء لهذا اليوم ليكون العدد أكثر وربما لا يتسع هذا الفضاء للجمع الغفير الذي أنتم في الحقيقة كل الطب والصيدلاء من بين أهدافها هو التكوين المستمر وتكوين الطبي المستمر وأنا أؤمن كمسؤول على كل الطب والصيدلاء بأقادير أن المساعدين الطبيين لهم صيدليين لهم طيبين هم جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية ومن نسيج الصحي والطبي والصيدلي في بلاد فكما قيل يعني المريض أول ما يلتقي لأخذ أدويته يلتقي بصيدلي وبمساعد صيدلي وفيما ذلك من يعني من محبة وإخاء وشراكة وانسجام بين المريض وبين من سوف يعني ينفذ لهذه الوصفة وبين من أيضا سوف يفسر له هذا الوصفة وأيضا بين من سوف يعطيه التربية العلاجية وأنتم يعني موضوع هذه دورة السادسة عشر لجمعيتكم هي مكانة المساعد الصيدلي في الوقاية والتربية العلاجية فشكرا أن ندمتم هذه التدهور في كل الطب والصيدرة بأغادير وكل الطب تتشرف بهذا بهذا الملتقى ولاحظت في أول لقاء أن هذه الجمعية هي جمعية منظمة وهي جمعية مثابرة وهي جمعية مجتهدة وهي جمعية دعوبة وهي جمعية يعني صابرة كاسم صابير الذي تصل بأولا وكذلك هي جمعية جهوية في أغادير ولكن إشعاعها إشعاع وطني بل أقول الآن أن تنظيمها تنظيم دولي فشكرا لكم جزيلا ومن خلال الموضوع والبرنامج الصحي العلمي الذي اقترحتمه لنا نلاحظ أن من بين خمسة محاضرات أربعة يلقيها أساتد من كل الطب وذلك شعور منكم بأهمية تكوين الطبي والصيدلاني المستدام وكذلك يعني هذا شرف لأعضاء كلية الطب من أساتد وعميد ونائب العميد بأن يشاركوا معكم في هذه التظاهرة القيمة أشكركم جزيل الشكر على هذه التظاهرة العلمية المتميزة ولا شك أن تنظيمكم المحكم سوف يكون له إشعاع أيضا لكلية الطب فأنتم بتنظيمكم لأيامكم هذه تعطون لكلية الطب فرصة لكي تعرف بنفسها سواء في جهة سوسماسة ولكن على الصعيد وطني وأرى كاميرات مشتعلة وأرى مصورين فأكيد أن التواصل أنكم لم تغفلوا عن أهمية التواصل في حياتنا اليومية ولكي يصل هذا الملتقى ومضمون هذا الملتقى لأكبر عدد من المواطنين المهتمين بذلك ولكي يشعى هذا تضامن وإسمكم تضامن على كافة أرجاء جهة سوسماسة ولكن أرجاء المملكة المغربية ولكم شكر مجددا والكلية هي كليتكم ونسعد بلقائكم والله يوفقكم والسلام عليكم شكرا لبروفيسور الشريبي لاشتنقول في أول أول لقاء هيكون في هذا المكان المتميز والأجمل في المغرب هيكون لها كليات الطب والصيدراء بأقدير فعلا أجمل فهو اللقاء كانت الصدفة أن نلتقي ونحن طلعين عند السيد العميد أن نلتقي بنائبه وما عرفنا بأن نائب بأن نائب للتحر طلقنا بالسيوس فكان حتى حوار اللي قدروا هو عنده دروس وعنده تلاميذ هنا الحوار استبشرنا خيرا طلعنا عند العميد قلسنا لبسنا فيه واحد إنسان طيب وبال اللي يطير حب بالأمثال مثل هات التظاهرات التكوينية واللي بغاء يخدم ويخدم القطاع الصحي بمعنى الكلمة ويعطي شراكات علمية بجميع القطاعات اللي يتتم الصيدلاء أو الطبية أو شي بالصيدلانية مستعد أنه يخدم والإنسان طيب القلب ممكن أنه حتى نهر لحد فش كان لقاء الثاني كان نهر لحد جاء من دار وكان لقاء وبكل ترحاب وباشوش وبكل حاجة بدون تكبر وتواضع نشكر فيكم الدكتور البروفسور هذا التواضع ونشكركم حنا لنشكركم ولنا الشراف أننا نكون فرمزي في الرحاب هذه الكليا تنشكركم بإسم جميع مكونات جميع التضامن وجميع مساعدة الصيادلة بالجهة أو بالمغرب نشكركم وبإسم كذلك اسم حليا الإخوان لأن نؤمن بالفريق الصيدراني بإسم صيادلة أقدير نشكركم أنكم فتحتوا لنا البيبان للكلية كلمة الآن سيد ممتل الفيدرالية الوطنية لجمعيات مساعدة التقنيين بالمغرب سعز الدين لجانا من السطات السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سعيد أن ألقي هذه الكلمة بين حضوركم في الحقيقة لي طلب وحيد وكان ملتمس أن نقف جميعا لهذا الرجل على كلمة طيبة رجاء شكراً لكم تحية جمعوية صادقة من قلب من قلب قاهرة قاهرة صدقوني أنها ظروف قاهرة منحتني هذه المسؤولية لتبليغكم هذا الاعتدار أشكر جميع جمعية جميع الإخوة في الجمعية المساعدين المغرب جميعاً الذين حاولوا من خلال تواجد إعطاء صورة نمطية لأنه التكوين ليس مفروض عن الناس التكوين أو التطوع وهذا عربون على أنه هذه الفئة عندها حب لهذه المهنة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الشكر وموصول إلى السيد عميد كلية الطيب والسيدة بأقادير رئيس غرفة نقابة صيادلة الأخت أنا سعيد جداً مني كلقى أخت هي تكون القيادية سعيد لأنه القيادية رئيس الفيدرالية وسعيد لأنه اليوم كان لقاء لأنه الرئيس الفيدرالية هي الأخت فاتحة شرفون شرفون شرف على أنه تكون تقود كمرأة شرف مش لأنني كان حب أمي كتر ولكن شرف أنني كان نشوف اللحظات ديال المرأة هيدك الحب الصادق إخواني أخواتي أيها الحضور الكريم إماناً منا بأن المدخل الوحيد والحقيقي للتنمية في القطاع الصيدلي لن يتأتى إلا بتضافر جميع الجهود وذلك وذلك بنهج مقاربة تشارقية لجميع الجهات المعنية وكذا خراطها الفعل في ورش إصلاح المنظومة الصحية على قوة الله أكبر ومن بينها الخطة الوطنية للتقني المهن الشبطبية والتي تبنتها الوزارة الوصية من خلال تقديمها ومصادقتها على مشروع قانون 1425 حيث تم إغفال هذه الفئة التي تمثل أكثر من 40 ألف مساعدي تقني الصيدلي على صعيد جغرافية المملكة وعلى اعتبار هذا القطاع الحيوي يساهم إلى جانب قطاعات أخرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتتقيفية للبلاد نؤكد لكم اليوم على ضرورة التدخل العاجل لضمان الاعتراف بالمساعد التقني بالصيدلية ضمن المهن المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وتجدر الإشارة إلى أن المساعد الصيدلي يعتبر حلقة أساسية في سلسلة في سلسلة المنظومة الصحية نظرا للخدمات التي يقدمها داخل الصيدلية والتي تساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية في شموليتها في تناغم وانسجام مع كافة الأطراف المشكلة لقطاع الصحة بحيث لا نتصور صيدلية بدون وجود مساعد تقني بالصيدلية يقوم بمهام عديدة ومتنوعة داخل الصيدلية منها التقنية التدبيرية والمحاسبتية وكما لا يخفى عليكم الدور الأساسي بل والإنساني الذي يطلع به المساعد التقني بالصيدلية كفضاء للتتقيف والتربية الصحية وهو الفضاء الصحي الأسهل ولوجا بالنسبة للمواطنين وإسهاما منا جميعا في الرفع من جودة الخدمات الصحية نتمسك نتمسك ونتمسك بقوة وعصامية غير مسبوقة في تحسين صورة وهوية هذا المساعد الصيدلي المشفوعة برضى كافة المكونات المنظومة الصحية كما أن عملية الصرف الدواء هي عملية دقيقة تحتاج إلى توجيه إرشاد في مجال استعمال الدواء وتتطلب من المساعد التقني بالصيدلية أن يكون على بين وبداء وذراية ومعرفة شمولية وأن يرشد المريض إلى كيفية استعمال الأدوية كما تتطلب منه أن يكون على علم بجميع المستجدات ويتمكن من مواكبة التطورات العلمية في مجال تأثير الأدوية وهو الأمر الذي دفع بالفيدرالية إلى توقيع إطار شراكة بروتوكول للتكوين المستمر بجامعة حسن الأول بسطات كانت البداية وكنا ننتظر وناك لإكرهات نحاول أن نتجاوزها مستقبلا نحاول التوقف في محطة أكدير لتكون هي القافلة الثانية لهذا التكوين وهذه الشراكة إخواني أيها الحضور الكريم إن كلية الطب والصيدلة التي تحتضن هذا الملتقى الوطني السادس عشر لجمعية التضامل لمستعملي لمستخدمي القطاع الصيدلاني بولاية أكدير خير دليل على أن انفتاح الجامع على المحيط الخارجي وهو أمر حتمي يرقى إلى المستوى المطلوب في حكم الواجب العلمي والوطني وهو أمر حتمي ويفرض على الأكاديميين العمل على بدل الجهود والوقت لما يتطلبه الواجب الوطني والعلمي والمعرفي رفعا لكل التحديات في الأخير أود أن أشكر جميع أسر التضامن الباطن منها والظاهر على إتاحة هذه الفرصة الدهبية التاريخية لنا وعن حفاوة الاستقبال الدائم وحنين وخبرة وتنظيمهم الرائع أكثر روعدا من هذا الفضاء يستحيل أن لا تقف في هذا المكان وأنت ترى هذا المكان أجمل من بيتك أجمل من بيتك أنا والله أكون أعطوني تنبات أنا بي الله أنا أرى جميل البيت جميل أكثر من هذا هو أنه الأستاذ قال بأنه هذه أجمل في المغرب أنا أقول أنه ستكون أجمل في إفريقيا المستوى الإقليمي أكثر أجدد الشكر لإمادة الكلية بهذه هذه الروح الرائعة متمنين لكم مسارا موفقا وناجحا ودائما في عمق ما تصبون إليه في سبيل روح ذلك المريض الذي إن ولن يجد له صوت إلا ذلك المساعد والطبيب والصيدلي والممرض شكرا لكم شكرا لكم وسأبقى دائما مدينة لهذا القطاع ولو تطلبا مني الأمر أنني غادرت إلى التقاعد شكرا لكم شكرا لكم سيادة دين قيدومي المعلومة قيدومي مساعدة السيد الإله بسطات وكاتب الصحفي على الورق وعندو ذاك الشغف للمساعدين السيد لكي تكونوا بشي تفورمو وزوجة لها طبيبة عائلة طبيعة وكذلك نواصل مع شركة لأن العقل تدرنا لأيام على الشراكات شركة دائما مع جميع التضامن طيلة سنة خلال الأسوسيation الأدم الأسوسيation ديليقي ميديكو تنم ندي على سي عزيز السير سي عزيز لتفضل بسم الله الرحمن الرحيم مدام لأسوسيation التدامن ديزيز المصنع ديلاويل 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 شكرا 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 لدينا الإنجلي أمامك رئيسيتي على المنسيح وزيدنا لدينا عقديات لكي أشخاص به لدينا تتتعب في إناقرامت اليوم ، هناك نوم من فعلينا مستدفع في أغادير يحمد على عقديات ومن رؤية يحمد فيiere مراجعة عقديات على مراجعة جمعت به وعقديات في أغادير، مراجعة،ادها، سعيدة، الباب، المكنس، اشتغلية، ورقبه في العام، في الوصف على الوصفآ أكثر متعوبة للجميعون المتعوبة للمعزين الغدية. ة يساعد الناس المتابع الفياتي llamه أميه بأنقصد العسين يجب أنخف اخراج تنجيل للادي وكأنقصد العزيز والرغير المتابع بأنقصد العاملين المتابع الفياتية التي يمكنها ضد الاستخدام العالمي والتي يمكنها تنبويها قطع العزيز وخمستقرات علاج مرتاحة حيث وكأنقصد العملية بأنقصد العالمي مع كل شخص تنجيل ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة